بسا كلامنا عن رياضة مستمر بالتأكيد كلنا هنتابع انطلاق صفار التحقيق الحلم بكرة أول مباراة في المرحلة الأخيرة في أتصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم 20-22 ولا هتجمع ما بين المنتخب المصري والمنتخب السنغالي بطرق الأوراق الفنية اللي هتعمد عليها كارلوس كيروش هتكون موفقة في البداية عشان تساعدنا في المباراة الأولى هل بنمتلك نقاط قوة استثنائية تخلينا نعبر للمونديال هل كارلوس كيروش تدارك أخطاء وثغرات الماضي وجاهز كمان للحسم كل ده هنعرفه من ضفنا اللي بنوارنا فيه استوديو صباح الخير يا مصر والسسترق رمضان الكاتب والصحفي والناقض الرياض صباح الخير عليك يا فن صباح الخير سبحانه يا أهلا بيك يا سسترق مباراتين غاية في الصعوبة الاتنين الحية لكن هل كارلوس كيروش مستعد لهم؟ زي ما انت قلت كده عايز بس أأكد على اللي انت قلت احنا عندنا مطشين مش مطش واحد يعني احنا عندنا مطش بكرة ومطش يوم التالت النتيجة الإجمالية بتاعتهم اللي انا عايز اوصلها انها تصعدني كاس العالم وده اللي احنا بتركز عليه التفاصيل بقى اللي هي زي ما حضرتها بتقول كده اللي هو الخطة والطريقة واللعيبة اللي هتقدر تصنع الفرق ما بيني ما بيني السنغال هو ده اللي مفروض بيجايزه كيروش لهذه المباراة اي تغيير في الخطة او في الطريقة اللي هو كان بيلعب بيها في الطوط الأمم الأفريقية هتبقى بالنسبة لنا انا رأيي انها تبقى نوع من الخطورة شواء يعني انا بلعب اربعة اتنين تلاتة واحد دي الطريقة اللي انا معتمدها او اربعة تلاتة تلاتة دي الطريقة اللي انا معتمدها عشان ألعب بيها المطش بيها وابدأ ان انا فوز فيها او حقه اللي انا عايزه اي تغيير في الخطة ديت لازم يكون ليه استراتيجية طويلة هو ما عندوش الاستراتيجية طويلة يعني انت شايف المعسكر بنيومين مسافة قليلة وهو ده اللي احنا كنا بنكلم ان العصر الاحتراف بتاعك مخليك دايما معسكرات ما تبقاش طويلة يعني احنا مش في 2006 او 2008 او 2010 دلوقتي اللعيبة كلها في اي حتة بتيجي كمحترفين بيخشوا معسكر قليل قبل المباراة هو عنده اه لعيبة بتصنع الفارق طبعا احنا يعني منتخب مليان يعني سواء عندك اللعيبة الاساسية اللي تلعب مرموش او تيرزيجي او محمد صلاح او حتى انني او في الدفاع او في حراسة المرمى انت القماشة بتاعتك حلوة تفاصيل المباراة بقى هي ديه اللي هو مفروض بيشتغل على السيناريوهات بتاعة المباراة لان اي مدير فني كبير بيحط دايما سيناريو اول ربع سأعمل فيها ايه طب لو انا استقبلت هدف هعمل فيه ايه طب انا لو احرصت هدف هعمل ايه طيب لو النتيجة طلعت تعادل هعمل ايه في المباراة التانية دي السيناريوهات والتفاصيل في تحركات والتنظيم بتاع اللعبة داخل الملعب الجمهور كمان يعني كنوش ما لعبش قدام جمهور كبير زي العدد اللي هيحضر بكرة احنا بنتكلم في خمسة وستين الف متفرق الجمهور ده ليه سلاح زحب دين لاما يبقى ضاغط على الفرقة بتاعته لان الفرقة اللي قدامه فرقة مخترفة بيلعبه في اوروبا واوروبا كلها جمهور زي ما احنا شايفين فبالتالي على الجمهور بكرة انه هو يتعامل بفكر مباراة الكنغو اللي احنا وصلنا فيها لكاس العالم 2018 اللي هو ما بقاش ضغط على اللعيبة مش مستعجل اللعيبة ما بقاش طب ما جبناش جون في اول ونص ساعة ابدأ اتوتر والان وهدى بقى وافضل قاعد متراقب بالعجز هنا التشجيع وهنا الحافز بيبقى مهم جدا بالنسبة للعيب ان انا احسس انه جمهور مش عامل ضغط علي بقدر معامل ضغط على الفرقة المنافسة اذا كانت جمهور المصر احنا عايزين نشوف المنتخب اكيد يكسب لان احنا كمان كنا لعبنا السنغال في بطولة الامم الافريقية وخسرنا ليهم خسرنا قدامهم يعني بالضبط بعد دربات الترجيح وخسرنا اللقب لكن انا بتكلم هنا بقى ان كان فيه عوامل كتير عاوية قدت للخسارة دي زي ان احنا كنا بنلعب ثلاث مطشط مع فرق جامدة جدا نيجيريا وكوتفور والمغرب دربات الترجيح الاصابات اللي كانت موجودة في الفريق الوفر تايم الوقت القليل ما بين كل مطش ومطش فهل الحاجات دي كلها هتفرق ان شاء الله بكرة في الافضلية بين الفريقين بصي اي مباراة يعني انا قابلت السنغال من شهرين دلوقتي الامور كلها بتختلف من المباراة التانية دي بطولة مجمعة فيها ضغط مباريات وضغط فرق واعصاب ومصابين وعادة ترتيب لكن انا هنا بقالي شهرين السنغال اكيد لها خطة تانية لها تفكير تاني انا لها ظروف تانية لها ظروف يعني كل مباراة دايما بتبقى لها خطتها ولا طريقتها مش شرط تربط لتنين مباراة مش شرط ان انا خسرت بدربات الترجيح في طولة المم افريقية بقى انا خلاص حطت في دماغي ان انا هاخسر بالعكس المباراة دي لا ظروفة لا تكتكها لا طريقتها المبارايتين نفسهم لهم طريقة مختلفة تماما عن التعامل مع مباراة واحدة نهائية في طولة مجمعة صحيح الهاردة انا بقسم الجهد بتاعي وبقسم التفاصيل بتاعتي وبقسم كل الخطة بتاعتي على ماتشين الماتشين نتجتهم ايو 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 الهدف بتاعي ايه ان انا اوصل لكاس العالم اوصل بيه بقى بكرة اوصل بيه يوم الثلاثة المهم ان انا حقق الهدف ان انا برسم الخطة بتاعتي دايما ان انا عندي خطة الخطة دي بيبقى فيها لها طريق تنفيذ نجاحي ان انا ما بصش على نص واحد نجاحي ان انا بص على الهدف في الاسمة بتاعي اللي هو ايه انا اوصل لكاس العالم انا مش هادر يعني انا انا بقى كداب لو قلتلك ايه انا هصعب بيه من القاهرة يعني فكرة ان انا ايه هحسم المباراة المباراتين دول هنا صعب او احنا تبتلعب مع فريق كبير فريق كبير فريق كبير فريق كبير موضوع محترفين محترفين انا عارفين اكيد هم لهم طموحهم زي من اللي اطموحي لكن انا احسم البطولة هناك بس ابقى ضام النصها هنا يعني احنا بنقسم النص هنا والنص هناك لكن في النهاية انا عندي الطريقة لتخلينا اوصل للهدف بتاعي ان انا حقق الحلم اللي احنا كنا بنتكلم عليه له وانت فاكرة محمد ما كنا في الطوط لما وافريقية اهم حاجة الانجاز بتاع مونديال ان انا عايز اوصل للسنة التانية على التوالي اللعيبة نفسها يعني ما توصل للمرة التانية على التوالي الفين وطمانتاشر وعشرين وعشرين ده بالنسبة له اول انجاز في تاريخ مصر يحصل فبالتالي هو عنده الهدف اللي بيحصل ان انا اضغط بقى عليه نفسيا ان انا اضغط عليه وقول له لازم من بكرة مش هيحقق للم بصعب طيب بالعكس انا بكرة بلعب براحتي خالص ما اقلقشي يعني انا يمكنكم تبكين في حتة ايه احنا ما نقلقش حتى اي كانت النتيجة بكرة انا ما اقلقش احنا ساعات ما بنقلقش على اردنا فبنرجع نتزل اي مجبع على اردنا جولة تانية فيه جولة تانية والجولة التانية دي ممكن تكون افضل من الجولة الاولانية بالعكس انا هناك هيختلف الوضع هناك السنغاليين تعيبوا تحت ضغط جمهورهم تحت ضغط ظروف المباراة تحت كل الضغط اللي انا هتعرض عليه اي ان كانت النتيجة بكرة لازم اتعامل مع الموقف بهدوء وبالعكس لو انا حتى طلعت التعادل بكرة انا كده حققت لو فزت بهدف او اتنين يبقى حلو جدا يبقى انا رايح عندي افضلية وده اللي احنا عايزين نقصره كارلوس كيروش اكيد عامل حسابه لكل هذه السيناريوهات لكن عايز ارجع مع حضرتك لنقطة المحترفين قلت ان هما تقريبا غلبية الفرقة محترفين كلها محترفين احنا عندنا خمس محترفين فقط هل ده عامل حسن لانه في بعض الاحيان بيكونوا محترفين لكن ما فيش حالة انسجام ما بين اللعبة انا عندي تألف اكتر منهم يعني انت العصب بتاع المنتخب محليين اللي هما القوة الضربة بتاعته سواء في الدفاع او في خط النص اللي هو بيعتمد عليه كيروش هو بص كيروش مش هيغير الطريقة بتاعته يعني هو لو لعب هيلعب متحفز دفاعيا فمسلا هيحط التريزيجية او ممكن يلعب يعني التريزيجية جنب النيني جنب عمر السلية عشان يقام من شوية او في حالة اللي هو تحول الهجومي يبقى التريزيجية عامل هجومي اكتر ان التريزيجية عنده السرعة وعنده المهارة ان هو يضيف لمصطفى محمد ومربوش ومحمد صلاة فبالتالي لو هو لقب تحفز دفاعي انت عندك القوة الضربة محلية القوة الضربة دي متألفة مع بعضها اكتر يعني لو كلمت عن محمد عب منام مع الوينش في الدفاع دول سبع مباريات او تمام مباريات لعبوها في بطولة امه الافريقية فعنده متأمر كمالعب واحد مع فتوح الربائي ده متألف اكتر ممكن تبقى دين قوة اللي انت بتعتمد عليها المحترف ممكن يبقى هو زي ما انت بتقول كنا بنلعب في مدارس مختلفة ده بيلعب في الدور الفرنسي ده بيلعب في دور انجليزي ده في ايطالي لكن هما الفكرة ان سرعة التألف هتلاحظها ان محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد ونيني اكثر تألف على طول بيفهموا بعض اكتر لانهم ايه واخدين على الجو يعني واخدين على كرة معينة واخدين على شكل معين ما بيهتموش بالجمهور العامل النفسي كمان المحترف بيتعامل نفسيا لخلاف المحلي النهاردة بيتعامل تحت ضغط مباراة كبيرة فعارف هتصرف ازاي ما بيحصلوش توطر في الملعب ما بيحصلوش قلق في الملعب بيبقى عنده متأهل نفسيا وعصبيا فما بيحصلوش ضعف في العضلات بتاعته فكل ده المحترف يستفيد منه لكن انت كمنتخب بشكل كامل انت اقوى طبعا وانت افضل وانت التاريخ وكمان طريقة اللعب بتاعتك الاحلام بتاعتك اقوى كتير من السنغاليين تفتكر كيروش هيلعب عمر مرموش وتريزي جي مع بعض ولا هيبتدي مرموش وبعد كده ينزل تريزي جي وكمان عايزة اعرف منك في حراسة المرمى لا الشيناوي ماشي بس بعد مع ابو جبل كان محقق لجاحات كبيرة قوي هو دايما بياخد بآخر مطشاط الشيناوي مستعيد تقلقه ومستعيد قوته فدايما بيرجع لرقم واحد فانت بتكلم عن الشيناوي الاربعة لو ما غيرش انا بتكلم على انه هو اللي فيه ضغط عليه انه فكرة تلعب اربعة اربعة اتنين فحط عمر جابر مكان عمر كمال عب واحد وعمر كمال عب واحد يطلع قدام يعني بمعنى يبقى عمر جابر محمد عب منعم الونش احمد فتوح ضروا بقى الدفاع قدام يبقى فيها اربعة اللي هو هيبقى عمر كمال عب واحد النني عمر السلية ويحط تيريزيجيه معاه يبقى فيها اربعة قدام واثنين قدام اللي هو مصطفى محمد ومحمد صلاح ويريح مرمو التغير ده ما اعتقدش ان هو يحصل لكن هو عايز يحط تيريزيجيه مع التلاتة اللي موجودين يبقى جنب النني جنب عمر السلية على اساس يستفيد من تيريزيجيه في النحية الدفاعية ويستفيد منه من ناحية الهجومية لان تيريزيجيه دايما هو مدينه دور تاني خلاف مرموش مرموش هي بناء من ناحية الشمال هيبقى الثلاثة يعني هو العب اربعة ثلاثة ثلاثة فالثلاثة اللي قدام مصطفى محمد مع محمد صلاح مع مرموش لان مصطفى محمد بيرجع بيعمل ادوار دفاعية احيانا هو عايز يأمن دفاعاته بحيث ان هو ما يستقبلش جول لان حضراتك عارفة يعني لوائح بتاع التحاد الدولي بتقول ان الجون في ارض المنافس بجونين في حالة التعادل فانا النهاردة ما استقبلش جون واحد تلاتة مثلا اه عشان تلاتة يعني انا اقدر عليه اهم حاجة ما استقبلش لان اي هدف هم هيجبوه هيستفيدوا منهم على ارضهم لو انا وصلت لحالة التعادل فبالتالي هو بيأمن دفاعيا وبيلعب على هجم مرتد القراءة اللي هو لازم يبواخب باله منها ان ممكن السنغاليين على بكرة يلعبوا بنفس الشكل اللي هو يستدرجك ان هو يسيب لك السيطرة ويسيب لك الكورة ويستدرجك الهجمات المرتدة خاصة انهم بيلعبوا بطريقة سريعة وكمان يبدأوا يستغلوا اخطاء التمركز عندك لانك انت هتبقى مندفع احيانا تنظيم داخل الملعب الكورة بتطقطها ما بتستعدهاش بسرعة فيه شواء فيه تفاصيل بتبقى في المطش هو ممكن يبدأ يستغلها خاصة انت ممكن تلجأ لو هتلاحظ في مطشطنا اللي احنا لعبناها في طويلة أفريقية بينا نلجأ للكورة طويلة احيانا اللي بتلعبها لمحمد صلاح او بتلعب كورة عالية لكن بكرة التفاصيل الصغيرة كيروش هيتعمل ازاي مع موقف زي ده مع السنار اللي هو بيعمله طب هو لو سابل السيطرة انا هتصرف فيها ازاي سابل السيطرة يبقى انا لازم ألعب على التفاصيل الصغيرة العرضيات بتاعتي تبقى متقنة الباص بتاع يبقى متقن التزديدات عشان اقدر اوصل لي امنع بقى لها جماعة المرتدة اللي هو هيعملها يبقى الضغط في انحاء الملعب اللي هيقل بدنية عالية جدا بتاعتي الضغط على المنافس وحامله الكرة بالذات بيبقى قوي جدا بحيث ان انا امنعه من الارتداد السريع المساعدات اللي هيعملها التلاتة اللي في خلط النص للمدافعين يعني مساعدة امر كملعب واحد مساعدة فتوح تنظيم الجيد والوقوف الجيد داخل الملعب انت هذه انصاف الفرص تركيز قدام المرمى بحيث ان الفرص اللي هي نص فرصة قدر اجيبها جون لو قدرت في اول ربع ساعة ان انا جيب جون المباراة كلها هتتغير بالنسبة لي و هتتغير بالنسبة لهم لان طبعا هو يحاول يتعادل او يحاول يستعيد او ان هو يضغط عليك فكل تفاصيل الصغيرة ده المدير الفني اللي هو بيبدأ يشتغل عليها لكن اهم حاجة اللي توصل للناس ان انا عندي مقشين تمام ده مهم جدا بالنسبة لتفكيرنا و مهم جدا بالنسبة للتعامل بكرة مع ظروف المباراة طيب عظيم شايف ان الكرات العرضية بالنسبة لنا في مصلحتنا الكرات الطولية الامامية ولا انحنا نسلم الكرة من رجل الرجل انت السنغاليين في المطش اللي فات سددوا عليه كلابوا عرضيات واخترق وعملوا كل فانت بحتالي لازم تبقى رايح تزديد من خارج المر من خارج التمنتاشر مهم جدا مين عندنا يساعد يبعد لعب يوصلوا الكرة للرجل اللعب في المكان المناق يعني محمد صلاح عايز يستلم في الحتة دي يبقى الكرة في المنطقة دي ازاي يستغل السهارات في الدفاع اللي عندهم ازاي اضغط على الدفاع بحيث ان هو يغلط كل التفاصيل اللي هي الفنية اللي في الكرة لكن هلعب الكرة الطويلة اللي هي كرة الانجليزية دي يبقى انا بخسر كرة وبخسر جهد وبخسر وهم بيقدروا يستلموا فيها كوي كمان الضغط على الجناحين بتوحهم بحيث ان هم مدهمش فرصة ان هم ينطلقوا بسرعتهم ويستلموا كرة كوي عدم استلام المنافس للكرة بشكل كويس ده دايما نخليه تحت ضغط احتعادة الكرة منهم ده الصالحي ان انا احتفظ بالكرة واعرف امررها بشكل كويس مع الحركة من غير كرة بالنسبة للعبين ده بيبقى افضل التركيز من اول لقطة من اول لحظة في المباراة ان انا مش مستعجل ان انا جيب جون ان انا مش مستعجل افقد الكرة بشكل كتير ده مهم جدا لازم احتفظ بالكرة بشكل كويس اوصل الكرة بشكل كويس التسليم والتسلم الرؤية والتحرك باللعبين كل التفاصيل الصغيرة اللي بتبقى في المباراة الفنية ده هي المهارات العلاقة اللي هتبقى ما بين مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح قدرات محمد صلاح ان انا اقدر ازاي احط له الكرة في المكان المناسي ازاي هو بياخد لعبة معاه بفتح مساحات لانطلاقات مرموش او تريزيجية او النني او عمر الصلية ان هو يقدر يوصل الارتداد نفسه لمساعدة المدفعين ده مهم جدا تركيز المدفعين خاصة الارتكاز سواء كان الوينش او محمد عب منعب في الكور العرضية او ضربات الركنية او ضربات السابتة او حتى الاختراق اللي بيحاول يعمله اي لازم يبقى فيه مساعدة بكرة لأمر كمال عبواح بشكل واضح زي ما عملنا في المباراة اللي احنا كنا بنلعب بها لكن هتسيبهم يلعبوا براحتهم مش هيبقى فيه ضغط مش هيبقى انت هتغلط هتبقى المباراة بالنسبة لك توقعتك بقى للمباراة وزهابوا ايب لا انا اتوقعت ان احنا ان شاء الله نوصل كاس عالم ان شاء الله سواء في المباراة يعني نتيجة الإجمالية ان انا اوصل كاس عالم كم جاي من مطشق جاي نطلع من السنغال يعني نصعب من السنغال فبكرة ان شاء الله نحقق نتيجة إيجابية يبقى نحقق لنا نص اللي احنا عايزينه وبعد كده مباراة التلات يبقى هي مباراة الصعود ودي بقى اللي احنا نحتفل بها هناك ان شاء الله المتخف متماسك الحمد لله وفي حالة نفسية مستقرة وفي دعم من كل الجهات والجمهور ان شاء الله بإذن الله كل التوفيق وهم حاجة هو التركيز بصراحة تعمله أكتر من العملاته يعني فأخذ الدعم اليوم وان شاء الله بكرة ان شاء الله يفرحونا بكرة وان شاء الله وثلاث بإذن الله ان شاء الله شكرا جزيلا لحظتك سيستار رمضان ناقض رياضي نشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا